السلام عليكم معكم المحاضر براد مرعي دبلوم المماري والتصميم الداخلي المحاضر السابع ان شاء الله برنابل سكيتشوب رح نتابع اليوم تصميم الغرفة اللي بدأناها الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي تقريبا نهينا قسم كبير منها باقي عنا إضافة هاي التفاصيل احنا عنا هون في طاولة ذات نراسمينها في عنا هون ممكن نحط كنباية صغيرة أو كرسايين لسه هون الخيار ما اخترناه بالأكيد طبعا بننضيف الأبواب مع النوافذ كمان لا ننسى آخر شي في عندي الثقف ممكن نعمل ديكور بسيط شوي للثقف مع انه هون ممكن نضيف كمان هون الخزن اللي عندي بمنطقة الملابس الحمام ممكن نخليه لمرحلة تانية طيب حاليا نخلينا نشوف شوفي عندي نماذج جاهزة لنوافذ ممكن نستخدمها طبعا نحن شفنا بالدرس الماضي كيف فينا ناخد من المكتبة الخاصة بسكيتشوب خطع جاهزة من 3D Warehouse فنحن مباشرة هون رح نكتب ويندو ونشوف شو النماذج اللي بطالة لياها طبعا أنا متل ما شفتوا فيني أعمل نماذج بسيطة لنوافذ عن طريق الإضافة اللي أضفناها من قبل اللي هي 101 أو 1001 كانت بس ما بتطلع بتفاصيل كتير يعني هاي الإضافة ممكن نستخدمها لما بيكون عندي نوافذ كبيرة لواجهات مثلا كبيرة بحيث التفاصيل عندي ما يمهم فيها فوقتها ممكن نستخدمها بينما نحن هون عنا شوي النافذة صايرة من ضمن التصميم يعني لازم نوعا ما أراعي فيها الشكل أراعي تفاصيلها شوفوا في عدة نماذج يعني ممكن نستخدم هنا لهذا ممكن هذا النموذج برأيي ممكن يكون مناسب بس ننتأكد من حجمه شوي طيب خلينا نثبته وبعدين نحن بنشوف اللي راح نستخدمه أو لا أول شي لازم نفكر نعمل نحن لازم نهاي طيب يبدو كتير كبيرة ما راح ناسدنا أو حتى لو عملنا كتير كبيرة للأسف ما بدي أصغر فيها لأن مو دائما بيكون مناسب راح ناخد شي جديد وانتو نكتب مرة ثانية هشوف هذول بسيطين كمان فينا نستخدم هذول اللي بالبداية هاي النماذج بس نشوف هده في شوي هيك وضوح أكتر تفاصيل شوي أوضح يعني يبدو أنه كلهم هيك نفس الشي مو مشكلة ذاتا أنه نحن راح كمان راح نضيف ستائفها ما راح يكون بهالوضوح هاي آآ الكبير النوافذ تبعي هذا كتير بسيط ما راح استخدمه آآ ممكن نشوف هاده بس لو نتأكد كمان كتير لأسف بسيط يعني هاي الصراحة على أكتر شي بيزعجني ببرنامج السكيتشوب نوعا ما ما منلاقي بسهولة اللي بدنا إياها آآ فبدنا نتعب شوي حتى نلاقيها على هاي ممكنة سحب ويبدو أنه آآ في تفاصيل مناسبة خلينا ننزلها بس إن شاء الله يكون الحجم مناسب نعمل 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 يبدو أنه معمول لها قفل نعمل على كل حال نحن كمان ممكن نغير هون بالتصميم نخلي نافذة وحدة مثلا إنتا كتير كتير راح يعمل لي مشكلة ما عملاقي نفس القياس ممكن نختار نافذة وحدة أو نحن هون ممكن كان نختار بدل إنه فردتين نعمل فردة وحدة أو ننزل تصميم لفردة وحدة طبعا التصميم يبدو كتير كبير هاي قطعة راح شوف آخر شي إنه إذا في قطعة وحدة ويندو من فردة وحدة يعني ممكن هذا هذا ممكن يكون مناسب خلينا نجرب نتفتح للأعلى مناسب برأيه بس يكون الحجم كمان يا ترى اكي نضطر نعمل شوية الهون ما في مشكلة أنا حبيت خليه للخارج أو للداخل وممكن نخليه تماما للداخل يطلع أجمل بعدين خلينا نعمل له شوية السكيل ما بعتقد يصير في مشكلة هون لو عملنا سكيل لأن ما في أي عنصر الحجم تبعه كتير راح يتغير أو راح يختلف من حدد الخطعة اللي راح نعمل ها سكيل ونحن أول شي لازم الارتفاع أنا بهمني الارتفاع فمعناته راح أخذ من هذا المكان وارفعه للنهاية هون وبعدين من الجوانب فكمان راح أخذ لهذا الاتجاه يعني صار في شوية انحراف طيب خلينا نشوف ممكن يكون في حال ثاني غير السكيلينج يعني برأيي مو هالكتير مشكلة بس إذا بيكون في شي أفضل نعمل مرة ثانية سكيلينج خلينا ناخد من الزاوية طيب من هون طيب هذا راح يعمل لنفس المشكلة ما بنستفيد منه عشان نطلع السريع منكبس على هذا الزر خليها هون ممكن نرجع نستخدمها لآن طيب لو دخلنا للداخل يا ترى فينا نعدل على هاي البطاة تمام فينا نعدل عليها فمعادة احنا راح نشتغل عليها شوي خليني اسحب هاد القسم كله لهم بس فدي يعرف كم القيمة اللي يعطيتو يا تسعة وتلاتين ما اعطى نفس الشي من هون راح ادفعه كمان تسعة وتلاتين حاليا راح ندخل على هاي القطعة كمان نفس الامر ناخد تسعة وتلاتين وممكن تسعة وتلاتين يكون هون كتير فخلينا نتأكد اه تماما كمان تسعة وتلاتين نفس الامر هون تسعة وتلاتين وهون للأعلى كمان لا ننسى حيس هيك ما نخسر نحن التوازن اللي بين القطاع عشرة فاصلة تلاتة تمام هون هاي قف نرجع كمان نسحبها عشرة فاصلة تلاتة من الطرفين هون تسعة وتلاتين هذا ممكن امسحهم كوي عببنا اخذ منه وقت بس مو مشكلة برأي افضل منه نعمل السكيلينج السكيلينج بيخرب دائما النسبة بين القطاع هيك بعتقد صار مناسب الزجاج موجود ذاتا منه تمام هيك صار افضل خلينا ننسخ كمان هاي قط على الطرف التاني هيك صار جيد مستاف حتى ذا كان سكيلينج بسيط يعني بكم سنتيمتر اذا بسيط لا ما بعمل مشكلة اذا بسيط ما بعمل مشكلة ما بيكون كتير كبير مسلا عم يبين انه صار في عندي سحب مسلا هون حاليا لو نعمل هلا هيك سكيل صغير ما رح يغير شي بس لو بسحب اكتر من هيك شوفوا هون عم يصير عندي مشكلة طبعا هاد الزكي هاد البلوكة زكية فمباشر تلقائيا عم يطبق لي سكيل بس قصدي مسلا خلينا نجرب على هاي طبعا هادول كيف بصمموهن البلوكات زكية لهم اضافات وتفاصيل خاصة هل اسف هون ما يمتوفر عنا هاي الاضافات فمسلا مثل هيك يعني مبين عندي كيف صار انه شي غير منطقي من هون كتير عريضة من هون في عين كتير فلازم وقتها ننتبه انه في مشكلة بينما لما بيكون شي بسيط كتير يعني من الزاوية مثلا هيك شي بسيط او للأعلى بس وقتها ما في اي مشكلة نرجع تمام حاليا كمان صار عنا شغلة منه منيحة بما انه هون سحب للأعلى هاي النافدة هي ما اثرت على هاي التيفي هون مثلا لو كانت تنفتح بهذا الاتجاه مثلا كان ممكن تعملي مشكلة هون بهذا المكان بس على كل حال هيك افضل ما في عندي اي مشكلة خلينا نتابع آآ ببقية التفاصيل اللي عندنا هلا هون من شان هاي الطاولة كيف هاي الطاولة ترى راح نصممها مثلا لو نشوف اذا في عندي شي جاهز على الآآ الورق الآآ بيكون افضل مثلا شو من نكتب ميكب تابل هاي باعتقد في مثلا النماذج منيح يبدو فينا نستخدم هون يبدو النموذجين مقبولين حتى هذا كمان يعني هاي النماذج فينا نستفيد منها مناسبة كلا شبيهة ببعض ما في كتير اختلاف بينهم خلينا نعتمد على هاي القطعة سؤون هاد الانحناء مو كتير عاجبني فيها نشوف ايه كمان يعني هاي مبينة ابسط آآ في هايك حركة ابسط من التانية طبعا نخلينا هاي ننزلها هو انا الشي اللي بيعجبني اكتر ببرنامج 3D Max ان شاء الله بعد الاسكيتشوب راح اشتغل عليه في عندي نماذج اكتر بكتير جاهزة بتساعدني وجودة اعلى كمان بستفيد منها فهذا الشي بريحني كتير هون في صعوبة بإيجاد هاي القطعة الجاهزة واذا بدي ارسمها انا لحالي بياخد مني كتير وقت فللأسف نقطة سلبية ببرنامج الاسكيتشوب شوفوا حتى هاي القطعة اللي جبناها حجمها كتير يبدو كبير لحد الان ما استجاب البرنامج ستاسك انهم بتنزل هي مع الحيط كامل مع الول كامل ما طبعا بتنزل كاملة شو هو موجود بالصورة بتنزل نفسه وفينا معدلين كمان على القياسة كيف هلا هاي نزلت مع الارضية حتى تماما يا هاي متل مو بالصورة نزل اعطاني اياها كاملة هو بال 3D Max كمان نفس الشي يعني المشهد شو انت شايف بالصورة بيعطيك اياها كاملة ما بتحمل بلوكي بس امان يبحاجتون لهدو ناخد اللي بدنا يا بس تماما ايوه اللي بدنا يا الباقي مان نبحاجته نعمل open explode يبدو انه هذا حتى مو انه قطعة 3D يبدو انه مشهد جاهز explode مرة ثانية ها تمام لا مفتح راح ناخد نحنا اللي بدنا اياه هون والبقية هذو مثلا اللي لازمينه حتى هاي ما الهداعي والخطأ بغير التحديد مفتح اشك طيب سيئ كتير تمام. حالياً نرجع من حدد هون. حالياً هدول راح عمل هون جروب بشان ما ضل احدد هون كل مرة. تمام منيح انهم يعني ملف او انه 3D انا كنت تفكرون احياناً بيجيبوا صار فيه كمان شي جديد بالسكيتشوب انه صورة بتفكرها انت 3D بس هي بالاصل بتكون صورة فانما باخدها لبرنامج الرندر ما بيقرأها وبيعتبر انه فيها مشكلة بس لا حالياً هدول 3D نظامي ما في اي مشكلة. طبعاً خلينا نزلهم للمكان اللي راح يكونوا فيه. هل انحنا ممكن نقطر نعملهم ميروس. رح ناخدهم من هون الارضية تماماً. ليش نعملهم ميروس? لان هذا الطرف اللي لازم يبين هذا هم ما كتير حلو او ما كتير مناسب. فالافضل انه تكون بالعكس. رح نعمل من هون بالنسبة للاحمر. تمام هيك صاروا عندي جاهزين. خلينا نتأكد انه نزلوا على المكان الصح يا ترى ولا لا. رح نسحب هون لأكبر قدر ممكن. وهيك صار عندي كمان شغلة منيحة انو شوفوا الدروج بتفتح للداخل. انا مثل ما حكيت هون عندي مشكلة هاي سابتة ما فيني افتح للدروج لهذا الطرف. فهيك هاي هذا التصميم حللي المشكلة. ممكن الحجمة شوي صغير بس مو مشكلة. فيني انا طبعاً ااخدها لهون خليها بس مو حلو هاد الفراغ يضل. فبرأيي نخليها هيك بهذا الشكل افضل. نتأكد من هون انو مو داخلي بالجدار. اخفي يبدو عندي مشكلة. ها المرايف هايته بالجدار كانت. تمام هيك مناسب. تمام هيك صارت عندي مناسبة جدا. ممكن نحرك الكرسي شوي. نعمل له مرور لحاله بهذا الاتجاه. تمام هيك صار مناسب جدا. مثل ما حكيت فيني انا اسحبها لهون. او خليها مثلا برأيي حتى لو ممكن نكبرها اكتر. راح يطلع معي الشكل افضل. يمكن التكبير يعمل لنا مشكلة. بس خلينا نجرب. اول شي راح احاول اكبر هاي القطعتين. لا ممكن لهم بس هاي القطعتين. هاي مع هاي خلينا نجرب نعمل له نسكيل بهذا الاتجاه. واحد فاصلة. خمسة وعشرين. تمام. ورح نسحب هاي القطعتين. لهم. يعني مقبول. هاي راح نرجع نسحبه كمان هيك شوي. طبعا صار عندي لدروج كتير كبيرة. بس على كل حال خلينا نتغاضى عن هاي المشكلة. هو لهيك الافضل بهيك تصاميم انه نحنا نشتغل بيدنا. او اذا ما بدي اشتغل بيده ان يكون على الاقل لعندي قطعة احسن اعدل عليها. يكون النتيجة اللي عندي افضل بكتير. خليني هاي القطعة هون مسلا. برأيي تكون بهاد المكان افضل. هدول بالعكس يكونوا. نعمل تمام. هيك برأيي نوعا ما صار افضل. انه شوي كانت حسيتها كتير قريبة على الجدار. حسيت انه محبوسين كنا بالجدار. هيك صار افضل. الدروجة شوي صارت كبيرة. اكثر من المعروف. ممكن هاي المشكلة الوحيدة اللي صارت معي. بس خلينا نتغاضى عنها. هاي المرة. خير هيك. كل شغلنا تمام. هدول صاروا بعيدة عن الجدار. خليني ارجع اقربهم. بهاد الشكل. خاروا عندي كمان هدول جاهزين. اوكي. كمان هاي القطعة عندي صارت جاهزة. اذا بحب انا اعمل نفس هاد الشي. اه خلينا نشوف اذا فينا ناخد هاي القطعة مسلا. هلها هي القطعة كتير كبيرة. بلاها ما راح ااخدها. ممكن نحن هاي القطعة اللي رسمناها هون نرجع نكررها بهاد المكان. نكبس كنترول مشان تتكرر عندي القطعة. وانا عم اسحب. راح نعمل لتدوير. وبين اول شي بس اجيبها لبداية الجدار. تمام حاليا. خلينا نسخها لهاد المكان هون. اذا حسيتها انو صغيرة شوي. ممكن نضيف عليها شوي كمان. هاي اجت على المنتصف. ممكن هاي نضيف عليها لسه شوي. خليها اكبر من هيك. او ممكن حتى نخليها بهاد الشكل. ممكن نغير المراية كاملة. نعمل مثلا مراية طولية. اا على طول الجدار. وحتى حاسس انو ممكن. ممكن تطلع اجمل. خلينا نجرب. هو شي بنا نضطر هاي نعمل منها نسخة ثانية. ممكن تكون بهذا الحجم. شوفوا هيك حتى صار مقبول. بس هاي برأي ما كتير. عاجبتني انا. خلينا نسحبها بهاد الاتجاه. ميتين وخمسين. كشان نبدع لما ارجعها مرة واحدة ما. اا نجرب هون مكان هاي ترى ولا لا. عاليا خلينا نرسم مربع جديد. مسلا هيك خلي يكون عندي من هون. فهو ممكن كبير شوي صار. نعمل اول شي جروب. وبعدين ندخل نعدل عليه براحتنا. هذا هو رح يكون المراية تبعي. نسحبه للامام. حجمها شوي صار كبير من نصغره. من الجوانب. كمية ترى حالية. خمسة وسبعين خلينا احنا نعتبره ستين. فراح نصغر خمسة عشر. خمسة عشر. خمسة عشر. خمسة وسبعين خلينا. خمسة عشر. عفونا استاذ بس كيف طالعنا هالمرأة؟ كيف يعني؟ رسمنا مستطيل عادي وعملنا له أكسترود. ها تمام. ما يعني ما عملنا شي غريب. نحنا ذاتا بس هاي الأدوات اللي عندي عم نستخدم وما في شي جديد أو غريب. سوء. من سوء النيت. فجأة ليتاكم طالع وما. ها. 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 تمام. نحنا كمان إذا بنا نحط هون ممكن خلفها إنارة. فيفضل أني اترك تقريبا واحد سنتي فاضي. لكي نحط فيه خلف المراية إنارة مخفية. ممكن أنا إذا ما بدي خلفها تماما تكون مثلا عندي الإنارة هون بهذا المكان. نحنا خلينا نعتبرها هون جنبها تماما. كمان هذا ممكن. يعني فيه نوع من الإنارة. الإنارة بتكون على الحواف. ما بتكون شدتها كتير عالية. وفيه إنارة بتكون خلفية خلف المراية مخفية. كمان هذا الشي نوع أو نموذج تاني. لو واحد سنتي كتير سميكة فخليها نص سنتي بس. كم الأبعاد؟ المراية؟ المراية عرضها ستين ارتفاعها للثقف. من الأرض للثقف. منتدة أوكي تمام. تمام. آآ هون. على ممكن بس نحركهم لاتنين نخليهم على منتصف. يعني قطعة ثالثة. نخليهم على منتصف طاولة المكياج. هايك صار برأيي أفضل. هدول الماعدة اللي يشغل فيهم رحل هي هون. هاي المراية حتى كمان ما عد بدلية هون كننا عملها عزف. هايك صار برأيي أفضل. مثل ما حكينا أنا إذا هون بدي استخدم إنارة عندي خيارين. إما إنارة مخفية أو إنارة تكون على الحواف. إنارة على الحواف رح تكون واضحة. يعني فأنا لما بيكونني جالس بهذا المكان بشوفها لهاي الإنارة بكل وضوح. لهيك ما لازم تكون كتير قوية مشان ما تزعجني وأنا عم استخدم المراية. النوع الثاني اللي هي إنارة مخفية بتكون تماما خلف المراية هون بهاي الأماكن من الخلف. فلهيك أنا لازم وقتها أترك فراغ بين المراية وهذا القسم الخشبي. مشان إحسن أضيفة. نحن هون رح نستخدم إنارة ظاهرة يعني هون تكون على الجوانب. كيف رح نعملها كمان رح نرسل مستطيل بهذا الحجم. كمية عرضه. نصف سنطي بصفر فاصلة اتنين. برأي مقبول ممكن نكبره شوي مو مشكلة. رح ننزله للأرضية تماما. كمان خلينا نعمل كومبوننت. كومبوننت الان رح كرر منه نسخة تانية. بعد الكاميرا. مثل ما حكيت خلينا نعمله نصف سنطي بنصف سنطي فراح ضيف صفر فاصلة ثلاثة. صار كبير شوي خلي هيك بهذا الحجم. كافي أو خلع حتى خلي صفر فاصلة اتنين. ما بدي يكون كتير واضحة وكتير كبير. بس المهم نعطي نحن لون مميز عن البقية. مثلا ممكن نعطيه هذا اللون. وبعدين نحن ذاتا ببرنامج الرندر رح نعطيه لون الانارة. طبعا في عندي ميزة ببرامج الرندر فيني اضيف عنصر انارة يعني اعطيني انارة بشكل مباشر. وفيني اعطي لبعض الاوبجيكت لبعض القطع 3D اعطيهن لون. هذا اللون بيصير بيبين كأنه انارة يعني بيصير عندي كأنه هذا المستطيل قطعة انارة. فهذا الشي مناسب بيهون علي بدل انا ما اقعد وارسم الانارة كيف رح تكون وين رح تكون. هيك بكل بساطة بس بعطيهن لون هدول المربعين اللي انا رسمتهم. وبيصير عندي جاهز. هون هاي القطعة انا رح اعطيها كمان لون امراية اذا ما تذكرين. او رح تكون امراية فلهيك مباشرة رح استخدم نفس اللون لهذا الباكس. مشان مباشرة هناك لما اعطيهن لما اعطي اللون هذا الاسود صفة لامراية. كل شي من هذا اللون مباشرة ياخد هاي الصفة. كيف نغير الالوان استاذ يعني البرحة ما ما لقيت يعني الوان كثيرة. كيف يعني؟ يعني الالوان الباليت ما للالوان اللي هسه حضرتك تطلع من عندها. انا ما لقيت هواية الوان بيها. من هون من هاي القائمة نحنا بنختار شو نوع الالوان اللي بدي اياهون. في عندي colors هاي اللي انا عم استخدمها حاليا. في عندي colors named. هدول اقل شوي بيكون يعني نوعا ما مع اسماء هون للالوان. وفي عندي هون materials. مثلا اذا بدي glass and mirrors. هون في عندي انواع لزجاج او materials واقعي. بس نحنا مثل ما حكينا ما رح نستخدم material تبع sketchup. لهيك ما بيهموني. مثلا فيني استخدم خشب. wood. شوفوا في عندي الوان خشبية ممكن استخدمها. بس نحنا ما بتهمنا هاي الالوان. لهيك خلينا نشتغل على ابسط شي. اللي هو colors هاي القائمة. تمام؟ موجودة عندك مو هيك؟ يبدو راح الابتصال عندي اناس. خلينا. مسموك يا صوتي؟ خيارات الانوان. اي بس يعني مني يعني خلال. خيارات الانوان عندي قليلة وطلع لي بالتة الاصلية اللي ناخذ منها تدرج اللون. هون ما عم يطلع عندك مثل هذا الخير. نقدر نعين الالوان؟ من هذا الخير ما عم يطلع عندك هون هاي القائمة. قليلة الالوان. لا طلعت الcolor. بس الشلون مثلا اشتار الوان مو هي هاي الالوان. ها غير هاي الالوان. مثلا. بس هذا الهون تعملي تعديل على الون. مثلا ممكن تخضاري هذا اللون. هذا اللون الفرض ما عجبك او بدك تعديلي عليه. فبتدخلي على ايدت. على قائمة ايدت. هذا اللون ممكن ما يسمح لعدل فيه هون. نختار مو تاني نعدل عليه. ايو ايدت ما نعدل على اللون. بس مش لمو كلهم بيسمح اننا نعدل عليه هون. صح. الويل ما للالوان. ها اشتغل عندك نظامي مو هيك؟ ايه الويل ما للالوان طلعت لي حتى عدل على الالوان اللي اريدها البرحة. دورت الوان خشبية معينة ما لقيتها. ايوة. ما عرفت شلون اطلعها. هسا لا اطلع. شكرا استاذ. نحنا من هاي الادت في نغير اللون بالطريقة اللي بدناها. بس ننتبه انه ما يكون اللون نحنا مستخدمينه بهذا المكان. لهيك. لانه ممكن يأثر عليه ويتغير. اه شيء من الالوان وبعدين يصير عندي مشكلة ما بدي اخد. او لما بدي انتقل للرندر. طيب هون لهاد القسم كمان صار عندي جاهز. اه ضل هون عندي لازمني شوية اكسيسوري. انه مشان هون كمان لازمني شوية اكسيسوري مشان هاد القسم. على كل حد راح نخليهم للاخير. هون مشان هاد الباب انا ما بفضل. يضل بهاد الشكل. طبعا راح نخلي هاي الفتحة. بس راح نعمل له اضافة بسيطة اللي نعمل له اضافة او اطار خشبي. كيف راح نعمل هاد الاطار الخشبي? خليني ادخل لجوات هاد الجدار. ورح نحدد هاي الاوجه. خليني احددها لاني راح نسخ منها نسخة تانية. نعملها نسخة لهون. بس بأعتقد ما يسمح لنا نعمله. في كان هون عنديش اضافة بهاد الامر. طيب على كل حال خليني اعملة كوت. نشطغلي هون عليها على جنب هاي القطعة. نحاول كيف نعمل اطار. الا لو كان فين اعمل اكسترود للمنحنايات كانت نحلت مشكلتي. بس ما فيني انا اعمل لهاد العنصر اللي هو اه بيكون بهذا الشكل مايل. فلهيك نحن شو رح نعمل? خليني احتفظ بس بهذا القسم. هذا ما عدله لازم. خليني اسكره من هون. بح نعمل بحيس يعمل لي اطار للخارج. اطار للخارج كم بدي يكون حجمه? خلي يكون اتنين سمطة. تمام شوفوا كيف صار عندي هاد الاطار. حتى ممكن اذا ما عملنا مباشرة على هاد الخطيئة طرح فينا نستخدم ولا لا. لو بنعمل للخارج بدي اتنين سمطة. تماما هذا هو المطلوب. بنسكره من هون. وراح نعمل السماك. نحن كم سماك في الجدار عنا? عشرين مسلا? او عشرة ينتين كان هناك. خلينا نعتبرها عشرة. خلينا نعطيه اي لون من هون. مثلا هاد اللون. نعملو جروب. نعملو نسحبه نخليه ظاهر شوي للامام بمقدار مثلا واحد سنطة. خلي الداخل تشوش طيب مشان ما يشوفوا صار عندي مشكلة راح ارجع عمل ريدو مو. حاليا صار في عندي مشكلة حتى لو سحبته للامام واحد سنطة. شوفوا كيف متداخل هاد للوجه مع مع الجدار. فمعاته انا لازم اعمل شغلي اعمل للداخل بتصير افضل حتى لو صغرت شوي من حجم الباب. نعمل تراجع 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 هاد الافسيت خلينا نعمله للداخل. اتنين سنطة. نسكره من هون. عشرة سنطة او حتى خلينا نعمله اثمعاش سنطة. عشان يكون عندي من الداخل ومن الخارج هاي اللي زيادة. نعطيه هاد اللون. ميك كومبوننت. كومبوننت او غروب ما في صرف بينهم. حاليا صار عندي هيك جاهز. ممكن حاليا نسحبه للخارج واحد سنطة. هيك صار عندي كمان الاطار جاهز. ممكن انا اعمله بلون من هاي الالوان اللي عندي. مثلا نعمله بهذا اللون الغامق الرمادي. عشان يصير نفس الالوان اللي موجوزة عندي. هيك بيكون افضل. تمام. لا ننسى كمان انه هاي الطاولة مثلا انا لازم اعدل بالوانها. ممكن نختار هذا القسم هذا الرمادي الغامق. وهذا يكون بالرمادي الفاتح. شوفوا انا عم اختار اللون واضغط على كنترول وانا عم ملون مش هيلون لكل هاي القطع مرة وحدة. كل شي متصل ببعضه يكون تغير مرة وحدة. هون كمان نفس الشي من الداخل خليه يكون اسود. او الغامق يعني اللون الغامق اللي عم تشتغل عليه. هيك. ومن الداخل من الخارج هذا الاطار الخارجي. اقريبا بعتقد يتغير. هيك صار كل يعته نفس اللون. هون كمان هادا نتأكد منه. تمام تغير وكل يعتهم مرة واحدة. هون اذا بدي هاد الالوان. ممكن نخلي هاي دا حسيتها غريبة شوي ممكن نلغي هاي الدهبي. عادي خلينا نتركون ما رح نغير عليه هون شي. برأي هيك جيد. هون هدول حكينا انه تمام ما في هون اي مشكلة نوافق تخليهم بهاد اللون الغامق. تمام. حاليا لنشوف في عندي هون بابين كمان خلينا نشوف قطعتين للابواب. هون شو الابواب اللي ممكن نستخدمها. دور. لازمنا طبعا باب داخلي معيكم آآ خارجي. يعني هدول بسيطين ممكن نستخدمون. نشوف مسلا هاد الباب. خلينا نشوف ها 3D قبل ما نحمله. يعني نبين انه نوعا ما جيد. بس خلينا نشوف اده فيه افضل لسه. هلا بعتقد فيه على الانترنت مواقع بتعطيني آآ ملفات اكتر جوزة. بس متذكر حتى كان في عندي موقع آآ اسمه سري دي زيب. ها هاد الموقع بتذكر كان في يعطيني ملفات سكيتشوب. سكيتشوب هون لو ندخل على سكيتشوب بعتقد يعطيني ملفات او قطع جاهزة سكيتشوب. مثل هاي النماذج هو فعلا ان شاء الله تكون تشتغل. لان انا بستخدمه مستخدمه مقبل هاد الموقع على 3D Max. مسلا بدنا حاليا ابواب. خلينا نشوف. آآ اذا في هاي ابواب. دورز. فيه نماذج كتيري. ندور الزخارف ما بدنا اياهون ازا أسف. هلا هون هاي مبينة جايدة هاي العناصر. مثل هاد الباب او هاد الباب ممكن نستخدم هون. آآ لازم نعمل تسجيل دخول. خلينا نشوف في لخي قطعة ممكن بدون تسجيل دخول النزل. هلان ما هي متذكر حسابي الصراحة. هاي مسلا خلينا نجربها. شوف على السريع مع. متابعة. ننسخ الرابط ونفتحه هون. ان شاء الله يشتغل. تاونلود فايل. يعني الان بفيدنا كتير هيك مواقع فالأسف اخدني لهم هون شو هاد موقع صيني. طيب خلينا نترجمه. هو الان صاحب هاد الموقع ما بعرف صيني في اتنامي شو كان. آآ فا كيف ننزل نحنا بس. ما بدنا تنزيل سريع. هاي يبدو انه بدأ التنزيل. ها تمام مش الحال نزل لي. خلينا نشوف شو الملف العطانية. اول شي خليني استخرجه للخارج. فمباشر راح ااخده لهون. هاد هو الملف اللي انا اخدته. تمام مشان حاليا شوفه نزل عندي اسم الملف دور. سكيتشوب. هادول البقية ما بيهموني بقية الملفات. كيف انا حاليا بدي افتح هاد الملف عندي بالسكيتشوب. اول شي خليني نسكر هاي الصفحة. بعدين نرجع لهون. كل بساطة بس بسحب هاد الملف وبجيبه لهون. بتركه بكل بساطة اجت عندي قطعة جاهزة. شوفوا الملف جاهز. تفاصيل حلوة اللي فيه. كل بساطة هوا علي رسم هاي التفاصيل. راح نستخدمه نحن عنا هون. لازم نعمل. تمام. وبعدين راح نجيبه له. الباب اللي عندي الباب الغرفة. طيب اول شي بس خليني اسبته هون. وبعدين راح نرفعه للاعلى. المهم انا يغطيلي فراغ الباب. مو ضروري يجي مية بالمية. متل ما بدي من الداخل خلاص نبين انه صحيح. نغطيلي فراغ الباب. الاطار تبع الباب نظامي. هاد اللي بيهمني. من الخارج شوفوا كيف مهما كان ما بيهمني. اهم الشي هو الباب كيف طلع معي. بس نتأكد من الارتفاع انه صحيح ولا لا. ممكن الارتفاع صار شوي عالي اكتر من المطلوب. راح نقيس كامل الارتفاع عندي هون صار. ميتين وترسطعش شوي صار عالي. مش لما فينا ننزله على كل حال خلاص خلينا نتركه مثل ما هو. فتحت الباب تقريبا جاي على نهاية هون الباب تمام. مو مشكلة ممكن احنا نزيد من الارتفاع هاي. في القسم هون خلي مية وعشرين. فرح نزود عشرة. تمام هيك صار افضل. عملنا ارتفاع الباب مية وعشرين. مشان عفوا ميتين وعشرين مشان يتناسب مع هاد الارتفاع. نفس الباب هاد خلينا ارجع اكرره هون. كمان نفس الامر راح نعمل ميتين وعشرين. نرفع عشرة صونتي في عضي. ننسخ هاد الباب لهون. نعمل روتايشن. عفوا نتأكد انه نعملنا روتايشن صحيح. ممكن هون الباب صار اصغر شوي بس من الخارج طالما انه باين صحيح ممكن نسخبه لهون. ما عندي مشكلة. برأيي هيك جيد. بس كمان الافضل نحنا كان نعمل هون بالعكس. فراح اعمل خلينا نعمل خلينا نعمل بالنسبة للاخضر. ليش انا هون عملت فليد. في عندي نقطة مهمة بالابواب. شوفوا لما بيكون في عندي هاد الفراغ. معنات الباب هون عم يفتح. لهون لجوه. مثل هاي الغرفة. باب الغرفة انا عندي هون بفتحه من هاد القسم بيجي لهاد المكان. من هون يعني ما فيني افتحه بهاد الاتجاه لبرا. هاد القسم الفارغ. معنات انه انا عم افتحه بفوت لجوه. هاي النقطة كتير مهمة بالابواب. نفس الشي هون باب الحمام انا راي راي يفتح عندي للداخل. فلازم يكون عندي معناتها من الخارج بهاد الشكل. فمعنات ان احنا خلينا نجهز هاد القسم هون. وننقل هاي المسكة للخارج. طبعا راح نعمل كمان فليب مرة تانية. بالنسبة للاحمر. هيك صار عندي صحيح. هاي بس راح نكررها برا. نسحبها نسخة تانية للخارج. نعملها فليب. تمام هيك صارت. جاهزة راح ننسى خيب قط على. هاد المكان. وهيك صار عندي كمان باب الحمام جاهز. نتأكد ان اللون تبعه شو هو يا ترى. اذا في لون مسلا. تمام. فعلا ما عطاني هون الاسم مميز. ما في واحد الالوان عندي بهاد الاسم. معناتها اللون عندي انا هون نظامي. راح عمل تراجع. تمام. معناتها خلص هذا اللون عندي مميز. شوفوا راح ارجع اخده مرة تانية. طلع عندي الاسم هون غريب. اللون عندي هذا مميز. بمرحلة الرندر ما بيعمل لي اي مشكلة. حتى لو مبين انه ابيض نفس الوان الجدار. ما في عندي اي مشكلة. بكل بساطة برنامج الرندر راح يقرأ لي اياك كأنه لون مختلف. هذه النقطة ممكن شوي لسا حالين عم تفكروها انه شوي غريبة او شو الهدف منها. بس ان شاء الله خريبا يعني بس ننتقل لبرنامج الرندر. بكل بساطة راح تفهموها وهي نقطة كثير بسيطة. نفس الامر هون انا مثل ما عملت بهذا المكان. هون اضفت هذه الانارة. انا ممكن ضيف هذه الانارة هون عند هذا القسم. خليها بهذا الطرف. برأيي ممكن مباشرة ننسخ هذه القطعة. لهذا المكان. بهذا الشكل. مباشرة هون تصير عندي انارة جانبية لهذا القسم. حتى هون شان ما يكون عندي كتير هاد المكان هيك سادة. ممكن نضيف عليه شوية خطوط. كيف ممكن نضيف عليه شوية خطوط? راح ندخل عليه للداخل. ممكن انا اسحبه للخارج واعدل عليه. وهذا يترك عن كومبوننت ولا جروب. يبدو انه جروب. تمام. وفي كان عندي خيار. طيب راح ندخل عليه للداخل. ننسخ او نرسم خطوط. للاسفل بس مشان نحن نعرف شو عم نشتغل. برأيه هاي لازم نخفيها نعمل له هايد. انا هون هذا ما له داعي. ممكن نمحيه هون. طبعا القسم هذا اللي بالاسفل ما له كتير اهمية زاتا ما كتير راح يبين. فنحن خلينا نشتغل على هذا الطرف. راح نرسم هون خط. ممكن نرسم هون خط. آآ ممكن كمان نعمل خط هون او حتى بهذا المكان هون. هن نعرف وين عم يجي. خير كمان خلينا نعمل لهذا هايد. شوفوا حالين بس راح اكرر هاي اللي خطوط مشان نعمل مثل العادة اكسترود. واشان تقول. راح نزله بمقدار اتنين ميلي للاسفل. صفر فاصل اتنين. نفس الشي هون. هادو خلينا ننسافهم بهذا الاتجاه. صفر فاصل اتنين. فقط هذا المطلوب. مني ممكن لسه اضيف خط ثالث هون مسلا يكون. هاي التقطيعات وتعطي جمالية. وممكن احيانا بوقت التنفيذ تريحني مسلا يكون ما في عندي. ما في عندي انا لوح خشب بهذا الارتفاع. او بهذا الحجم. فانا بهاي الخطوط اللي حطيتها هون. بعطي اريحية للنجار اللي اللي راح نفز لي. انه يعمل قطع منفصلة. مثلا هذا القسم السفل يكون قطعة. والقسم هذا العلوي قطعة تانية. بس ما راح يبين انه قطعتين. ليش بسبب هاي الخطوط. الصغيرة اللي انا ضايفها. كمان نفس الشي راح نعمل هيك. حاليا كلها يتنمحي هون. التقاطعات اللي بينهم شا مباشرة مرة وحدة اعمل لهم. تمام هيك صاروا جاهزين. نعمل لهم للداخل. مسلا اذا كان هذا عندي اتنين سنتي. او كم يا ترى هو. خلنا ااخدهم لهون. كافي خلاص المهم صار نبين عندي. هاي التقطيعات. حاليا بنعمل انهايد. خل. شو هو. اعطاني حركة بهذا القسم. اعطاني جمالية. وبنفس الوقت. بالناحية تنفيذية كمان. راح يريحني ان شاء الله. هذا القسم اللي بالاسفل ممكن نكرر كنا عليه الخطوط. على كل حال مو كتير. مهم ممكن ما كتير عندي يبين. بس كان الافضل لو مكررين فعلا. الخطوط فيه. كيف طيب ممكن نعملون. راح نرجع نعيد على السريح هدو. راح نمحي هون. هاي القطعة راح نزلها للاسفل. بس اتكد هون نكمل فراغ. مشان انا ما ارجع انقلهن وارسم مرتاني راح اعمل حركة اختصر على اي شوية وقت. عندي عشرين سنتي فراغ هون. هاي متل ما حكينا نمحيها. هاي القطعة راح نكررها للاسفل. اكتر شي بكرهه بالسكيتشوب هاي لما بتدخل بالجدران. هون لو منزل للاخير كم? مية وخمسة وتسعين لو منزل ميتين وخمستاش. للاسفل تمام حصلت على هاد الفراغ. هون حاليا. اه لو منسكر بهاي الطريقة. من هون حتى ممكن فينا نسكر. هذا بكل بساطة من نمحيه. نسحب لهون. هيك بسهولة. فصلنا على الشكل. اللي بدنا اياه هدول. راح نمحيه هون. ما عدلهم داعي. نطلع على الاعلى. شوفه هون. نسيت ما رسم الخط. نعمل تراجع. نفس الامر لازم نكرر هون هاي الخط. تمام. ايك باعتقد لازم نحلت المشكلة. عم يرجع يمحي لي هون كاملين. خلا كل حال مو مشكلة منحلها ان شاء الله. راح ناخد استراحة عشر دقائق. ومنرجع ونكمل. في حدا عنده اول سؤال قبل ما انتخذ الاستراحة. لا شكرا استاذ. تمام. بس كانت لي ممحي طريقة اسهل من هاي. المشكلة انه الطريقة الحزف هون كتير سيئة. طريقة القطع بالسكيتشوب. انا كان بدي اقطعهم بس مش لدما عم ارجع قطعهم عم يرجع. هو لحاله تلقائيا يعزل لي هون. مع اني حطيت خط يعزل لي هون عن بعض. ولو نشتغلها بره اكثر. اسهل وبعدين نجيبها نركبها. هو نحن الخطأ اللي عملناها كان من البداية لازم انا نراسم القطع لكل التفاصيل. بالبداية خطر لي انه ممكن ما تبين بالرندر بس نحن هون عنا الارتفاع شوي عالي. فبالرندر راح تبين هاي القطع. طبعا حتى هذا القسم لو ضلهم بالاسفل ما راح يعمل لي مشكلة كبيرة. مثلا خلينا نجرب كمان هون. هاي مشي حالها. هون خلينا نسك. ها من المشكلة نحن عم ننسى هون هذا الخط. فرح نسكر مرة تانية ونرجع. هنكمل. باعتقد حاليا لازم يكون مشي الحال. لازم نضيف خطة عند كل نهاية. عشان يعتبر انه فعلا هون هذا القطع تم. تمام. حاليا يبدو مشي الحال. هدول مرة واحدة ممكن نسحبن للاخير. تماما. هيك حاليا واخيرا. مشي الحال. شوي بتعذب. الافضل انه كنا راسمينا لازم من البداية. تقطيعات لكل اللوح. احسن ما انه نتعذب بهاي الطريقة. نعمل. تمام هيك صارت. نظامية. متل ما حكنا ناخد استراح عشر دقائق. ان شاء الله ونرجع من كمية. ماشي تمام. السلام عليكم. ما تاخذون اللي تأخرت عليكم شوي. اه. حلينا نتابع من المكان اللي توقفنا عنده. اخر شي. الابواب حليناها صارت الابواب عندي جاهزة. اه. ما في مشكلة يبدو. الابواب نظامية تماما. طل عندي هون هاد القسم. اه. الخزن تبع. غرفة الملابس. هاي نحنا ممكن نرسمها لحالنا. كمان نفس الامر ممكن نجيبها جاهزة. بس المشكلة اذا جبناها جاهزة. هاي القياسات اللي انا هون حاططها صعب. اني الاقي نفسها تماما. فممكن الافضل اني انا ارسمها. ممكن حتى قبل ما ننتقل لغرفة الملابس خلينا كمان نسكر هون هاد الفراغ. فخلينا نشوف بالويرهاوس اذا في عندي قطعة جاهزة. بالويرهاوس ممكن نشوف اه الصوفة. طبعا احنا متل ما حكينا بدي شي بسيط وصغير ما بدي صوفة كبيرة كتير. او ممكن نحط متل ما حكينا كراسي. هلا متل هاي الكرسايين هادول ممكن مناسبين يكونوا. اه. نشوف شوي تاني هلا هاي متل هاي الكنباية مناسبة. لهيك نموذج حتى خلينا نجرب نشوف ممكن يا ترى تطلع. القياس تباعها مناسب. الشكل تباعها لان حسيته شوي مناسبة لسرير. ممتازة نفس الحجم. خلينا حتى نشوف من طبعا 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 بيساعدني ان احط القطعة بالمكان تماما اللي بدي اياه. شوفوا نفس حجم السرير. الالوان تقريبا قريبة. طبعا الالوان احنا راح نعدل عليها لسه مرة تانية. انا البارحة حاولت بهي شي قطع. اه اولا ما لقيت يعني الحجم المناسب بسهولة. حاولت عدل عليها طلعت سنة يعني مو حلوة. ما فينا نعدل عليها هون هاي القطع. اكثر شي ممكن نعمله. السكيل. السكيل بيخرب الشكل ذاتا. هو جروت اكثر من الشكل. لانه طلع اه احجام اكبر. اه طلعت مو حلوة. لا صعب السكيل اه بيخرب على الاغلب الشكل ما فينا نعمل. اولا هيك نحاول نحنا نجرب حتى نلاقي القطعة اللي بدنا اياها. هاي يفترض بحث. الاسف هاي مشكلة بنا نتعود عليها بالسكيتشوب. تقريبا هيك شي تمام. هاي صارت مناسبة. يعني حتى ممكن اذا شوية كبيرة. يعني ممكن كان نستغني عن الضهرية تبعها بدون الضهرية هيك. بس يبدو مناسبة ما يسيقها. الطريقة التانية متل ما حكيت لكم. ممكن نستخدم كرساين. هاي الكراسي او متل هاي الكراسي كمان مناسبة حتى خلينا نجرب نشوف ايهو بيطلع معي افضل ايهو بيطلع معي اجمل. للشغل تبعي. نستخدم مثل هذا ايه نشوفوا هاي الكراسي كليات هاي الكراسي مناسبة وحلوة تطلع مع الشغل تبعي او مع الديكور اللي انا عم اشتغل عليه. ممكن نجرب. او شوف يعني هون منيح في عدد منيح من النماذج فيكن تختارو. حتى على الانترنت على هاد الموقع لو بنرجع. اعتقد كمان هون في عناصر جيدة. مثلا لو بنختار. ممكن ده ما في ارمت شير. بنش ممكن كمان يكون شير او هون ارمت شير تحت كانت ما انتبهت لها. شوفوا كمان هاي النماذج جيدة نوعا ما افضل شوي من اللي عندي بالار اه بالويرهاوس. حتى شبيهة فيها كتير مع هالاختلاف. يعني على كل حال فينا نستخدم هون. خلينا نرجع الويرهاوس اسهل. نشوف نموذج بسيط. نجربه. خلينا نشوف هادا كيف ممكن. شويس عالي الافتفاع تابعه ما بدي ايكون كتير عالي. اه. ممكن هاد. كمان هاد هيك ممكن. يعني الصراع هاد اكتر شي بياخد معي وقت بالتصميم اختيار القطع. اختيار القطع كل ما انا اخترت قطع بجودة اعلى. بشكل يعني افضل كل ما حصلت عليه طبعا تصميم افضل. لهيك ما في مشكلة حتى لو اخدت وقت باختيار انا البلوكات. عادي مو مشكلة. المهم اختار شي ناسب للشغل تابع. يعني هاي كنبة ممكن مناسبة ممكن نجربها وممكن بنفس الوقت نجرب هاد الكرسيت. طبعا ليش عطاني كل هاي القطع. ممكن الوان مختلفة يعني. اختار واحد بس. اه في عدق كذا نموذج للرجلين تابعه. ممكن برأيي هاد افضل شي. بس شوفوا بعملية التصميم كم في خطوط ضايفين ها يعني. صراحة البلوكة ما عجبتني ابدا. راح مساحها. فيها مشكلة كتير وخطوط هاي الخطوط الزيادة دائما بتعملي مشاكل. فما اللي نشغل فيها. نرجع مرة بتاني اكتب ارمتشير. خلينا نجرب هاي القطعة. عجبتني شوي بسيطة. هاي عم يحكي لي انه هاي القطعة تم تصميمها على نسخة اه احدث من اه. النسخة اللي انا عندي اياها من سكيتشوب فممكن يكون في مشاكل. بس يبدو ان لا ما حصل عندي اي مشاكل. خلينا نسحب هاي بالكنبيك. بشان انه اذا بدي ارجعها بالايام. راح اكتب رقم مثلا الف. حيث لما ارجعها بس اختار هاي القطعة واكتب الف. ترجع لمكانها تماما اللي انا بدي اياها. حاليا راح ناخد هات الكرسي. حاليا هون هاد المكان. راح نعملو بزاوية. شوي كبير للأسف القطعة يبدو. نفس الشي راح نعمل وحدة تانية هون نعمل flip. نعمل يدويا. شو برايكم الكراسي افضل ولا الكنباية. نعتمد. كنباية كانت يعني ما ماخد المساحة. صاح هون. كراسي فشيتهم ماخدين. ماخدين. الحجم تبعهم كبير. البلوكة ما هي كتير مناسبة. مم. ستكون كنباية من دون ظهر. هو المشكلة ما فينا نعدل كتير عليها هاي القطعة. الظهر طبعا مناسب بس لو اصغر شوي. نشوف فينا نعدل يا ترى علي. لو نعمل scale الاسفل بس. هيك بهرية صغيرة ممكن افضل تكونوا برأيي. خلينا نرجعها نرجعها لمكانها. بس نكتب الف. ذاتا راح ترجع. لا المكان. كراسي ما عبدنا اياهون. برأيي هيك مناسبة مع المخدات هدول حتى لو الظهرية صغيرة راح تصير. فيها الرياحية جيدة. تمام هيك مناسبة. هون مشان هاي الطاولة كمان نفس الامر. اذا بدي جيب شي نوعا ما في جودة اعلى في تفاصيل اكتر. راح نكتب copy. في طبعا نماذج كتيرة راح نحصل عليها. نحن بدنا شي قطعة وحدة. اه تكون نوعا ما بسيطة كمان ما كتير فيها تفاصيلة مثل هاي. راح ناخد نحن مسلا بس القطعة البيضة. فيها شوية تفاصيل يبدو زيادة. رساتها متحمل. كمان نفس الامر مصممة ببرنامج احدث من اللي عندي. نعمل اكس بلود. كمان مرة تانية اكس بلود. حاليا هدول القطعتين خليهن نقروب. برأي مناسبة جدا اللون تبعها حتى جيد ونحن على كل حال نرجع اذا ما عجبنا نغيره. بعضين. ممكن ناخد هاي الاضافات هاي نستفيد منهم. مسلا هاي خلينا كلهم ناخدهم مرة واحدة هدول اكسيسوري نحطه للتي في يونت. خليهن ضمن جروب واحد. خلينا ندخل عليه هون. خليف صار شوي حجمه عالي. ممكن نخلي عندي قطعة هون. هدول يضلوا بمكان هدول ممكن نسحب هون. لهم. مشان ما اضل عندي فاضي رح نضيف كمان لسه شوية اكسيسوري تاني. اه وممكن نشوف كمان ببرنامج الرندر اذا في عندي اكسيسوري جاهز هناك بيهون عليه شوي الشغل. اه تمام حاليا خلينا ننتقل ل المرحلة الثانية اللي هي مثل ما حكينا اه اخر شي ضل عندي. هو بس الخزانة اللي هون بالداخل. طبعا كمان لا ننسى لازمني سجادة هون تحت السرير. فعلى سريع خلينا نشوف اذا في عندي شي جاهز او ممكن انا ارسمها. بس تطلع كتير بسيطة او كتير نوعا ما اه يعني رح تطلع مثل مربع اذا انا رسمتها. فممكن ناخد شي جاهز. خلينا نكتب. شوف هاي تفاصيل او نماذج جاهزة بدي انا واحدة كتير بساذة كلاسيك. فمتل هاي ممكن استخدمها. نحن ممكن ندورها مثلا يا ترى بالعكس. نعملها بس نتأكد انه نازل على الارض تماما. نعم هيك صارت جيدة. نعملها سكيلنج شوي. هذا هون ما في مشكلة اذا عملنا سكيلنج بس رح نعمل سكيلنج بس بالجوانب. ما رح اعمل سكيلنج للارتفاع. لان اذا عملت سكيلنج للارتفاع بيصير ارتفاعها كتير عالي. فبس رح اعمل بالاتجاهات. يعني مثلا بهات الحجم جيدة احنا اللون رح نغيره بعدين مو مشكلة. استاذ كيف سيطرنا نخلي يعني تحت السرير. ما بدون ما تداخل. وهي الخطوط. هي رح تداخل حاليا رح نرفع السرير شوي للأعلى. حاليا مسلا هون هاي صارت ضمن السجادة رح نرفعها للأعلى مع هاي كمان. رح نرفع هون هيك يدويا. لازم تكون كلها كومبوننت حتى ما تداخل. طبعا. حتى نتحكم. هون هدول كلهم كومبوننت. كل قطة عنديها حتى الارضية هاي المستطيل انا عاملها كومبوننت. او جروب. ام. هيك تمام. اعتقد صارت عندي جاسة. بشانت اكد انه تماما نزلت في المكان اللي بدياها. شوفوا بدها شوي التحريك بهذا الاتجاه. هيك صارت مناسبة. ممكن ااخدها شوي للأمام. حيث نظل عندي هون مكان طرف السجادة وهون. وبالأمام كمان عندي مكان كافي ممكن ااخدها لسه شوي هيك. يعني باتخد لا هيك كافي. تمام نرجع للمنظور تبعنا. هادا القسم هون صار عندي جاهز. هاي دسة من هون. هي السجادة لانها مي مستوية تماما هاي عم تدخل فيها دائما. نرفعها شوي. هيك صارت افضل. طيب هون حاليا ننتقل للخزن اللي عندي بهذا المكان. انا في عندي طريقتين او نوعين هاي الخزن. اما اني اخليها زجاجية او مثلا زجاجية ولكن غير شفافة. يسموه زجاج مفيم هوا بتركيا. فومي جام او غلاس. ممكن نستخدم مسك خشبي كاملة في عدة نمالج. بس انا برأيي هون من هاد النوع من غرف الملابس. الافضل انه استخدم فيه شي زجاجي شفاف منه بيعطيني جودة اعلى وجمالية اكتر. وبالاخص انه ذاتا من المكان هون شبه مغلق. فيعني ما في داعي انه انا لسه ادخل لجوه وفيه خشب مسكر فما انا عم شوف شو عندي بالخزانة بدون ما افتحه. فانا بيجي من الخارج عرفان شايف شو هو بداخل الخزانة من الخارج. بس ممكن ياخد معي شغل اكتر هون كي بدي اعملها زجاجية. على كل حال خلينا نرجع نشوف اذا في قطع جاهزة عندي مثلا لخزانة زجاجية. كما قبل هالشي خلينا نحفظ الملف لان صار شغل اشتغلنا كتير عليه بدون ما نحفظه. ونحن هون ملفنا صار تقيل بالاخص انه جبنا كل هاي القطع. البلوكات الجاهزة. هذا ما عاد له الشغل قلينا نمحيه. نخفف شوي من الملف. هاي كمان ما قال هالشغل. اه نمحي العناصر اللي ما يلازمتنا مشان نخفف شوي من الملف. خلينا نشوف اذا في عندي خزان جاهزة. راح نكتب وار. روب. هو المشكلة في خزان بس نحنا نلاقي الخياس اللي بدنا اياه او الحجم اللي بدنا اياه. هلا هاي ممكن باعتقد لازم يكون فينا نعدل عليها. ممكن ناخد هاي الخزانة ونعدل شوي تعديلات بسيطة عليها. طيب خلينا نشوف اذا فيه شي تاني اصغر. هاي ممكن كمان نستفيد منها بس هاي يبدو انه ما في الها ابواب. هاي عاملينها مكشوفة كاملة. وطبعا كمان هذا ممكن بالمكان اللي انا مصممه. بما انه صار نوعا ما شبه معزول عن المحيط اللي حوالي. فممكن انا استخدم خزانة مكشوفة تماما. هاي كمان هون جيدة. شوفوا هاته تقريبا نفس المبدأ. الباب خارجي تماما. من الداخل مكشوفة. خلينا نجرب برأي هاي. ممكن تطلع مناسبة. نحن عام نلغي الباب الخارجي ونخلي بس الباب الداخلي. او حتى بدون ابواب. ممكن نجرب اذا بتطلع شي مناسب. يبدو انه شوي كبيرة اكتر من المطلوب. انا الباب ما بدي اياه زيادا. هدول ما بدي اياه هون. الارضية كمان ما بدي اياها. تمام هاي البطأ. ممكن احنا شوي نعدل عليها يا ترى. هذا مو لازمني. تمام. عاليا نصاري الجاهزة. خلينا نعملها تدوير. يعني اذا بتجي نفس الحجم بيكون اختصرت علي كتير شغل. تقريبا نفس الحجم. تقريبا. يبدو شوي بس اطول. بهذا الاتجاه. الا من هذا الاتجاه تماما تقريبا نفس الحجم. ممكن يا ترى احنا نصغر. ام. طيب لو نعمل بالعكس. خلينا اشوف انا اعمل تراجع. اشوف اي طرف عندي اطول. هذا الطرف. مية. هذا الطرف كمان مية نفس الحجم. طيب هون المطلوب كم. هون هذا الطرف. مية وتساطعش. طيب خلينا انا بدي اطول الجدار هون. بس مو مش بما راح يطلع مو كتير حلو. طيب راح نحاول نغير شوي بقياسها. نشوف يا ترى فينا ولا لا. انا هاي القطع اللي بدي اغير بالحجم تبعها. شوفوا في عندي كتير تفاصيل هون. هلا هدول ممكن ما يلزموني. طيب هذا ممكن نلغي. بهون علي شوي بالتصدير. راح اخذها على جنب كامل ونرجع نجيبها مرة تانية. انا هاي القطعة كمان حاليا راح اغير بحجمها. ولا ممكن نخليها حاليا بس متل ما حكينا بدي اصغرها تساطعش سنطي. طيب لو بنعطيها لون تاني نسبة اللون هذا يغير. بنمحي هاي الخطوط. بصير عندي شوي حرية اني عارف اعمل. تساطعش. صار الملف شوي. باتقل من المطلوب. طبعا هاي الخطوط ما لها داعي. ذاتا بالرندر ما راح تبين. هون نفس الامر راح نسحب تساطعش. ليش عم سحب تساطعش لان شفنا الحجم انا عندي المساحة مية الفراغ. هون الخزانة حجمها مية وتساطعش. يعني عندي تساطعش سنطي زيادة. لهيك بدي اطر اصغر هون كلياتهم بمقدار تساطعش سنطي. شوي الشغلة مملة. يعني اهول ما اني ارسل من الصفر. لو بدي ارسل من الصفر بدي اراعي شوفوا كل هاي التفاصيل حتى يطلع معي تصميم حلو. يعني ما يمستهل ضيع هاد الوقت عليها كامل. شوفوا هاي ضلت عندي هاي ماء الهداعي. ضل عندي هاد الكرسي او هاي القطعة كمان. كمان تساطعش. هلا هاي هاي ممكن نستغني عنها كاملة او ناخدها لهذا الطرف. مسا اذا اخدناها لهذا الطرف. وهون هدول ناخدهم مثلا نبدل هون في الطرف الثانية ترى هدول نفس القطعة ولا لا. للأسف ما نحن نفس القطعة فرق نمحي هون. ونعدل عليه هون شوي. بعدين بنعملهم كومبوننت. هلا حاليا هو كومبوننت ولا جروب. اه. بنعملهم كومبوننت من هون. هون بنعمل تفكيك للجروب. فهم صار عندي كومبوننت. حاليا لو بكرره للداخل ما بصير عندي اي مشكلة. طيب رح اعطي كمان هون لون عشوائي مشان نشوف الخطوط. تسطعش. كمان من هون تسطعش. هذا ما له داعي. هذا ما له داعي. بسه في عندي من الطرف التاني مشكلة. صار يبدو في خلال هون هذا رح يجيب النهاية لهاي النقطة هون والطرف الثاني نفس الشي شوي عزبونا هذور بس بالنهاية إن شاء الله النتيجة تطلع جيدة تمام هيك صار عندي هاد الدرج جاهز نحن ذاتا نعملناه رح نكرر منه ثلاث نسخ لا الاسفل تمام هيك حتى ممكن ننزله لسا الارض هادا وهذا ننزله شوي كمان واحد خلي يكون عندي بالأعلى كيس يكون عندي أربع نوعا ما نعم تقريبا هيك متوازنين هون ما كان هذا التعليق عندي صار جاهز هاد الدرج هون ممكن شو نعملو هاد بهذا القسم ممكن نلغيه خالص أو حتى ممكن يعني نلغيه نستغني عنه خالص نرفع هاد القسم لهون معلو داعي برأيه هذا القسم نرفعه للأخير طبعا هون في عندي مشكلة هاد الداخل وببعض كم هي المسافة يا ترى خمسة فأنا إذا جبت لهون أربعة وثلاثين زائد خمسة داتين تسعة وثلاثين فاصل سبعة ثلاثين تسعة وثلاثين فاصل سبعة تمام هيك صارت عندي هاي افطر هون هذا الدرج اخر شي كما بس نعدله حتى ممكن نترك هيك فراغ بسيط 0.2 مشان يبين انه عندي مو ملتصق تماما بلوح الخشب اللي جنبه فممكن كمان هو نفس الأمر نعمل 0.2 مشان ما يبين انه ملتصق فيه تماما هذا الخط فيه مشكلة تمام هيك صار عندي أوضح شوي يعني شوفو هون مشكلة هادا مو معمول له component او group فعم يضل راح اعملهم group هدول ما بدي اياهون هيك صار افضل مشان ما يداخل كمان مع بقية العناصر من هون 0.2 وحاليا يبدو انه صار عندي شي افضل هيك صارت هاي جاهزة ضل بس هدول نمحي منه لزيادة هاي مع الهداعي هاي بكل بساطة ممكن نسحبها بهذا الطرف تمام هاي ممكن مع الهداعي حتى حتى هاي مبارك حاسس انه مع الهداعي نلغيها كاملة هيك كافي او خليها حتى مو مشكلة بس نتأكد انه وصلت للطرف تماما هاي ممكن نلغيها ما حاسس انه بدون نداعي تمام هيك افضل تقريبا صار شغلي جاهز حاليا هاي الاخزانة ناخدها نلصقها فيها شغل نظامي الالوان مو مشكلة احنا رح نشتغل عليها مرة تانية شوفي عندي هون شي يبدو نكرر شو هو يا ترى هون في شي عم يتم عم يحسب لي يا دائما ممكن لو نعمل طيب رح اسحبها شوي عجنب وفككها بعيد شوفوا هون مع انه فاضي مو مبين في شي هتا حد خلينا نعمل في هون في شي عنصر مخلي القروب كتير كبير رح عمل غير شوي بس حاليا هدول بس نعمل هون تمام حاليا يبقى تخصار شغلنا جاهز والاخزانة تبعنا جاهزة شوي عزبتنا اخدت مننا وقت اكتر من المطلوب بس هونت علي كتير اني ارسمها من الصفر بالاخص مع هاي التفاصيل اللي موجودة شوفوا فيها كتير تفاصيل فيها هاي العلاقات هون الدروج كل هاي التفاصيل هونت علي طبعا هون هاد الفراغ عادي مو مشكلة يضل عندي هاد الفراغ بالاخص انه شوفوا اطار الباب عندي موجود ممكن انا اصقها تماما بالهون هيك نشوفوا ما في اي مشكلة بس انا براية افضل انه نترك ها من هون في عندي مجال تمام طالما من هون في عندي مجال فيه حتى ممكن اخليها بهذا الشكل حتى هون من الخلف لو بقي عندي فراغ مو مشكلة ذاتها مو مهم الشكلين انا فيني اشتغل عليهم هون كمان الخزانة تبعي صارت جاهزة الانارة الداخلية ممكن انا حط فيها انارة داخلية هاي الانارة رح نضيفها كمان ببرنامج الرندر نحن الانارة المرئية ضفناها هون الانارة اللي هي بفعل انه بتعملي الانارة هاي رح نضيفها ببرنامج الرندر بس هون في عندي مشكلة العناصر اللي بهذا اللون عم يعطيني انه اللون تفعون Default Default هو قصده اللون الاصلي يعني شوفوا متل اللون نوعا ما الجدران فهدول المعات رح ياخدوا نفس اللون الجدران لهيك انا لازم اغيرهم ممكن اعطيهم هاد اللون اذا ما اخدوا هاد اللون ممكن احددهم كل اياتهم مرة تانية ونعطيهم لون يبدو ان ندخل عليهم الوحدة وحدة نعطيهم هاد اللون المختلف وإلا رح ياخدوا نفس لون الجدران هاي مشكلة كتير كبيرة مشكلة اللون بنحدد كامل الاوجه ومنلون او مباشرة باخد قلبة التلوين وبضغط control وبلون وهي رح ناخد في عزبونا كمان بس اجباري هاي النقطة بنا ننتبه لها الالوان يكون كل عنصر بدية يكون بلون مختلف يكون فعلا بلون مختلف طبعا هادول انا ممكن بالرندر رح عطيهم ذاتا لون ابيض بس حاليا مشان يكونوا مميزين عن البقية عم عطيهم هادا اللون البرتقالي مشان يكونوا فعلا مميزين وما يتلخبطوا مع بقية الالوان نفس الشي هون هادا العنصر المتل هادا يمكن لون مختلف تمام يبدو لون مختلف هادا مو مشكلة طالما اعطاني اسم هون له هاناتا لون مختلف هادول مو مشكلة المتل البقية باعتقد كامل العناصر ملونة الوانها موجودة تمام باك صار عندي جاهز حاليا الجدران خليني كمان اعطي الجدران لون معين راح اعطي الجدران هادا اللون مؤقت بشكل مؤقت او حتى خليني اعطيهم هادا اللون مشان يكونوا مميزين شوي الالوان عم تكون سيئة بس مشان افهم تماما انه فعلا ما اخدين لون مختلف اه الارضية خليني اعطيها مثلا الارضية خشب خليها تكون هادا اللون حيس تكون مميزة كمان شوفي لسه عندي عناصر النوافذ بل لازم اجيب الستائر للبيت في عندي لسه شغل على الاكسيسوري كمان هذا راح ياخد مني شوية وقت طيب خلينا نشوف هون في عندي يا ترى ستائر جاهزة كورتين راح نكتب تماما هاي الشي اللي بدي اياه شوفوا بسيطين ما كتير فيهم تفاصيل نشوف اذا لسه شي نوعا ما اكتر واقعية هادا الموديل موجود ممكن نستخدمه في لحد الان ناس تستخدموا هادا شوفوا هاي يبدو انه فيها خلينا نشوفها بالثري دي كيف راح تكون بيني انه واقعية اكتر برأي جيدة ورح نحتاج كمان نضيف وحدة بالمنتصف اه تول شفافة نعمل download ختائر بيكون شوي حجم هون كبير شاء الله اكتر مشكلة انه بي اصدار محتلف تماما ساراً دي مشكلة ممكن لسه نقرب هون شوي شوفوا انا تركتلهم زاتاً مساحة بس يبدوش كتير كبيرين يعني ارتفاع طبعهم جيد وهون نحن زاتاً القسم العلوي منهم ما راح يبين انا ما راح اظهره ما بهمني بس العرض طبعهم كتير كبير راح نمحيه ونشوف نموذج داني 14 نشوف مثلاً هذا النموذج سيئ يبدو شوي حجم هون كبير يبدو هدو الأفضل شوي خليني أثبت هون شغل نلاحظ هون واضح في عندكون أي سؤال في أي استفسار نحن زاداً شوي عم يكون أشياء مملة نوعاً ما عم يكون في تكرار كتير تفاصيل صغيرة عم نشتغل عليها الجباري هاد هو التصميم كل ما بنهتم بالتفاصيل أكثر كل ما بنحصل على مشروع بجودة أعلى وبجمالية أكبر تمام خلينا ننزلون هون شوي يبدو حجم هون كبير الآن هو ممكن نعمل لون سكيلينج بهذا الشكل ممكن كمان يبدو بالعارض نعمل لون سكيلينج حاسس حجم هون كبير أكثر من اللازم بهاي الطريقة ما في مشكلة بس الطول تبع هون شوي عالي هذا نحن الطول متل ما حكينا القسم العلوي ذاتاً ما رح يبين بس ولو ما هيك نخلي نوعاً ما متناسب الارتفاع يكون مع طول البيت ممكن انا ادخل عدل عليه هون هاي ماء الهداعي هاي هون هاي ممكن نخليها هدول القطعتين نخليهم بهذا المكان على الجدار تماماً هون نخلي شوي من النافذة نبين وبعدين نسكه هلا هاي القطعة ممكن ارجع احزفها تماماً هذا القسم ما عادله وداعي خلينا نشتغل على هات القسم بس ممكن انا اختار نسخة تانية من هاي واكررها بهذا الشكل ممكن هاي ننسخها لهون كمان نرجع نكرر واحدة من هدول مسلاً نخليها تكون هيك واخر شيء هاي ننسخها للاخير تمام هيك هاي ممكن نترك بهذا الشكل هيك صار عندي برأيي شكل جيد هلا ممكن هي مع الهداعي بالعكس نخلي الاسود كمان مرة تانية بالنص ممكن نعمل flip اذا حسيت انه فيه تكرار كتير هيك برأي كان بدون flip احلى هيك افضل او ممكن مرة واحدة ناخد هدول التنتين نعمل نسخة من النون شوي صار حجم الملف كمان كبير وهدول بالاخص انه فيه هون كتير هاي الانحناءات هاي الانحناءات تاخد مساحة شوي زيادة بدنا نتحمل هون شوي بعتقد كمان قسم الستائر صار عندي جاهز اخر شي ضل عندي بهذا المشروع انه هو مثل ما حكينا بالاكسيسوري ان شاء الله الاسبوع الجاي نشتغل على الاكسيسوري وبنفس الوقت ضل عندي السقف طيب اعتقد اليوم درسنا بدل هون كافي الاسبوع الجاي ضل عننا اضافة الاكسيسوري مع اضافة السقف ورح ننقل بعد هالمشروعنا لبرنامج الرندر رح اعطيكم اسم البرنامج اللي رح نشتغل عليه اللي هو اسمه twin motion اذا فيكن تحملوا حاولوا انتوا تحملوا للاسبوع الجاي اذا صار عنكم مشكلة ان شاء الله منحلها بالدرس الجاي انه مثلا ما عارفتوا تحملوا او صار عنكم مشكلة هذا هو البرنامج اسمه twin motion community البرنامج مجاني بالكامل مننزله عن طريق تطبيق اسمه epic games اذا حدا فيكن بيعرف بالالعاب هذا التطبيق نستخدمه للالعاب كتير هذا هو التطبيق اسمه epic games اول شي من الانترنت تحملوا هذا التطبيق تكتبوا على جوجل epic games لانشر بيطلع عندكم هذا التطبيق بتحملوا وبعدين رح تدخلوا على انه تنزلوا او عفوا twin motion ممكن كمان مباشرة من على جوجل تكتبوا twin motion twin motion download هذا هو رح يعطيكم مباشرة طريقة التنزيل download twin motion تختاروا نوع الاصدار اللي بتكون يا get started with twin motion هون نحنا شو بدنا الاصدار available اه تمام download launcher مباشرة بتعطوا download launcher وبيبدأ اول شي بمتل ما حكي لكم بنزل لكم هذا التطبيق اللي هو متجر لهاي الالعاب ولهذا البرنامج اه بعد ما ينزل بتشوفوا كيف طريقة يعني طريقة ذاتنا بسيطة جدا وبتحمل وصار نكون اي مشكلة ان شاء الله بنرجع الاسبوع الجاي بنشوفها ومنحاول بنحلها تمام تمام اه استاذ ممكن رابط اذا يعني سمحت رابط موجود يعني متل ما حكيت لكم بسيط جدا رح أبعط لكم اياه على كل حال download twin motion بعد ما تفتحوا هاي الصفحة هذا الرابط رح أبعط لكم اياه من هون من هذا المكان بتعطوا download launcher وبعدين بتتابع عملية التثبيت والتثبيت يعني بسيط جدا واي مشكلة بتصير نرجع ان شاء الله بنشوفها الدرس الجاي تمام شكرا نستعب لا هاي كل يوم درسنا ان شاء الله بيكون انتهى عند هذا الحد ان شاء الله يكون وسطتكم الفكرة طبعا ما اشتغلنا شيء اليوم جديد يعني من الصفر كله كان شغلنا اشياء معروفة move scale rotate فقط كنا عم نجيب ملفات جاهزة حاولوا تشغلوا انتو عندكم نفس الامر بشان تثبت عندكم هاي معلومات ونتابع ان شاء الله بالدرس الجاي الله عطيكم لا في جميعا ما السلام الله عطيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة